أهلاً فيديو اليوم رح أشارككم هالوصفة اللذيذة حالة العيد بطريقة جداً سهلة ضروري تجربونها أول طبقة رح تكون عندنا 150 جرام بسكوت مطحون ورح نضيف عليه ربع كوب حليب وكثف محلة ربع كوب زبط الفول السوداني قلبهم زين وممكن نحتاج نضيف شوي حليب سايل وبعدها رح ننقلها لقالب استخدموا أي قالب متوفر عندكم ونضغط عليها زين وللطبقة الثانية رح نحتاج شوكولاتة استخدموا أي نوع تفضلونه ورح نضيف عليه من العكتين طعام زبجة الفول السوداني رح نذوبها بحمام مائي أو بالمايكرويف وبعدها رح نوزها للبسكوت وزعتها هنا باستخدام الملعقة بس الأفضل تستخدمون الكيس رح تسهل عليكم قبل لا يجمد الشوكولاتة عندنا رح نزينها تزين اختياري استخدمت هنا الورد شرائح الفستق وآخر شي استخدمت الفول السودان المملح إضافة كانت جداً لذيذة ودخلها الثلاجة لما تتماسك معنا رح تحتاج تقريباً من ساعتين إلى ثلاث ساعات وخلصنا جداً سهلة ولذيذة ضروري تجربونها وبالعافية عليكم يا رب إذا حبيتوا الوصفة لا تنسونا اللايك وأشوفكم في الوصفات الجاية إن شاء الله